رحل صالح، ولكن ماذا بعد رحيله؟ سؤال يشغل بالتواري وخصومهم معاً فيما يضع شباب الثورة أهدافها نصب عيونهم ويحرسون مبادئها بجمرات قلوبهم يذهب خصوم الثورة لإلقاء اللوم كل اللوم على شبابها تسع سنوات التقت فيها أحقاد الثورات المضادة وتحالفت معها مخاوف الإقليم لوأد هذا المولود المختلف عنهم والذي ملأ قصورهم رعباً من رياح التغيير قال المشككون بالثورة كانت مجرد انفعال غاضب وصموا آذانهم أغمضوا أعينهم عن سلمية الثورة ومقاصدها النبيلة بل وذهبوا لنيل منها وهتفوا أنتم من أدخلتم الحوثي إلى ساحات الثورة فيرد شباب الثورة دخل الحوثيون ساحة التغيير بصنعاء تحت لافتة السلمية ونداء التغيير وإن بيتوا سوء النوايا لكنهم دخلوا وفق قانون الثورة لا قانون العصابات والتزموا بميثاقها الأخلاقي حيث لا سلاح ولا عنف أو هكذا بدى لهم لكن صالح سلمهم دولة وسلاحاً ظل يجمعه طيلة ثلاثين عاماً ليحاربوا به اليمنيين لسنوات طويلة وأدخلهم العاصمة فوق الدبابة وتحت غبار الحرب نكاية بالثورة ومحاولة لإجهابها لكن الحوثيين الذين انتصروا بصالح على إرادة الشعب سرعان ما انتصروا عليه ودفع ثمن خيانته تسع سنوات من اندلاعها يقول المؤمنون بها أن لا ثورة تتحقق بين عشية وضحاها ولنا في ثورات العالم شواهد كثيرة تسع سنوات تمحس الثورة وتنقيها من شوائب الثورات المضادة والمستترين في شعارات الثورة تسع سنوات تكشفت خلالها الكثير من الأقنعة وسقطت وجوه وعريت المواقف حتى أولئك الذين ركبوا موجة الثورة بحثاً عن مصالحهم لا مصلحة الشعب وثاروا من أجل السلطة لا من أجل الوطن لكنها تسع سنوات تقيلة حتى على ثوار أنفسهم أيضاً إذ يمضي فيها رفاق الثورة من شتات لآخر في داخل البلاد وخارجها يخوضون معاركهم الوجودية على كل الجبهات دون حامل سياسي لمشروعهم الكبير وقد باتت الأحزاب والشرعية الانتقالية التي كان يفترض بها أن تكون جسر العبور نحو مشروع الثورة تثقل خطاهم وأحلامهم كان وصول هادي إلى السلطة نكسة حقيقية للثورة رغم أحاديثه المتكررة عن التغيير وعن اليمن الاتحادي لكن لا شيء تغير فما كشفته سياسة إدارته للبلاد تؤكد تخليه عن إرادة الشعب وعدم الاقتراث لوجودهم وتطلعاتهم تسع سنوات من النضال السلمي والكفاح المسلح ضد الثورة المضادة حصرت خلالها المقاومة وكبل الجيش وصودر عزم اليمنين في الدفاع عن بلدهم نتيجة ذهول الشرعية في الرياض وتحولها إلى حقل تجارب للأنظمة الطارئة ترتفع النداءات مطالبة بتحول الثورة إلى كتلة وطنية أو كيان سياسي يعبر عن الثورة ويلملم حلم اليمنيين يعيش اليمنيون اليوم مأزقا كبيرا الشرعية باتت غير قادرة على إدارة ملفات التحرير والأحزاب مصابة بانتكاسة حقيقية والثورة تم تحميلها كل الكوارث التي تشهدها البلاد والميليشيات تخوض معارك الاستحواد والسيطرة ولا سلام معها إلا وفق منطقها هي فهل يمكن القوى فبراير اليوم إعادة الاحتبار لفعلها التوري وإثبات حضورها السياسي؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر